السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وكل سنة ومطيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب ان شاء الله انتم كل اهلكم باذن الله في يعني اخبار طريقة النهاردة كده وصحيفة في جنوب افريقيا اكدت ان مسماني اعتزل التدريب ودي حاجة غريبة جدا وانخش في تفاصيل الموضوع ده باذن الله وكلام تاني طبعا عن النهاردة في تدريب في النادي الاهلي يعني اه اجازة اول يوم العيد قال لي لها بروح وصلوا للعيد واتباحوا وتعالوا لي على هنا ان شاء الله فالكوكو بقى من لحمة ضاني والكلام ده كله ما عندناش وقت عندنا مطش مهم جدا وطارق حمد وبو جبل خلاص كده بعد يعني ممضوا مع اندية سعودية اللي اتنين خلاص يعتبروا بقى بلا نادي هتقول لي ازاي رغم انهم ممضوا بقى بلا نادي هقول لك انا ان شاء الله التفاصيل بازن الله سأزينك بس في بداية الحلقة لو انت او مرة او تشوفني او حاب تشترك معنا في القناة بتاعت الفيسبوك او اليوتيوب ما تنساش طبعا تعمل فول او تشترك وما نساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان بازن الله بيتسو موسيماني طبعا بعد ما ماشي من النادي الاهلي يعني اه ظهرتك هناك كتيرة وكلام كتيرة هنقولها لكم سريعا كده بدايتها قال لك ان في بعض الاندية المصرية تتفاوض مع بيتسو موسيماني من ضمنها الزمالك وبيرامدز طبعا الناديين دول ما تفاوضوش مع بيتسو موسيماني تماما ولا حد فيهم كلم بيتسو موسيماني خالص ولا حد فتح بقه اصلا في الموضوع وكانت مجرد اشعاعات وتكاهنات من بعض الصحفيين يعني ومن بعض الناس اللي كانوا عايزين يجيبوا يعني فيوهات وعايزين يجيبوا بس يعني ايه شوية مشاهدات وتلاقي ساعتها ناس طلعت قول لك اه اثبات واكيد وخلاص موسيماني ببيرامدز لق موسيماني في الزمالك وامير وطنان منصور خلص معاه وامير وطنان منصور خلص مع زوجة موسيماني يعني عشان هي وكيلة اعماله وكده وكلام كده كتير من هذا القبيل يعني المهم طبعا الموضوع ده تكله في شنك بعد كده طلع كلام قالك موسيماني في الريان القطري لا موسيماني في الدحيل القطري لا موسيماني في السد موسيماني مش عارف في ايه بعد كده قالك موسيماني في الامراطق او في السعودية بعد كده طلع كلام وكان كلام يعني كبير وده ممكن اكتر كلام كان طلع فيه نسبة كبيرة من الصحة لكن برضو ما حصلش ان مسيماني ممكن يمسك منتخب المغرب بعد خليلوزيتش او ممكن يمسك نادي الوداد البيضاوي بعد الريكراكي اللي يعني شبه اعلن ان هو بعد ما يخلص الموسم دعمه على الوداد ممكن يترك نادي الوداد وغالبا ان تكاهنات كبيرة او ان هو ممكن يمسك منتخب المغرب ويقوده في كاس العالم في ظل عدم اقتناع الاتحاد المغربي لكرة القدم والجمهور المغربي بوحيد خليلوزيتش لقيادة منتخب المغرب ولكن فجئنا اليوم ان يعني صحيفة جنوب افريقية خرجت وقالت لنا يا جماعة عبيدسو مسماني اعلن اعتزاله عن التدريب طبعا لفترة مؤقتة هيريح دماغه وهيريح دنيته هيدرس العروض المقدمة ليه بعناية لان طبعا اكيد بعد خطوة النادي الاهلي لازم الخطوة اللي جاء المسماني يكون خطوة يعني قوية وخطوة مكدلة بالنجاح لانه هو مع نادي الاهلي حقق بطولات وانجازات كبيرة واسمه لمع في عالم التدريب مع النادي الاهلي واكيد النادي الاهلي بيضيف لأي مدرب او مدير فني بيجيله فما ينفعش مسماني يروح حاجة اقل من الموضوع بتاعنادي الاهلي او حقق او نادي يقل من نادي الاهلي او يحقق انجازات اقل من انجازاته اللي في النادي الاهلي لان الوصول للقمة صعب ولكن الحفاظ الموضوع التاني معنا طبعا يعني موضوع سوارش سوارش يا جماعة فعلا من ساعة اخر مباراة لنادي الاهلي بعد ما تعادل مع الجونة صفر صفر وهو يعني فعلا الاخبار اللي بتسمعوها ان هو يكشر عن انيابه ويظهر العين الحمراء وكلام ده كله كلام ده يا جماعة صح لدرجة ان الموضوع وصل انه هو بعد يعني ما قاعد مع اللاعبين وقال لهم ما عنديش حاجة اسمها ان فيه لعيب نجم ولا لعيب انه هو لازم يلعب اساسي دايما لا طبعا ممكن اي لعب اساسي يقعد دكة لو ما اكتهدش ممكن اي لعب اساسي ينزل اتضرب مع الناشئين تحته او الشباب لو ما اكتهدش الاستبعادات سهلة جدا وممكن اصعد لعيب من الناشئين او الشباب يلعبوا مكانا لعيب الاساسيين الحاجة بقى كمان الاقوى انه هو طبعا انتوا عارفين ان معظم البلدان العربية بتدي اجازة لكل الناس حتى اللاعبين كرت القدم وكل الرياضات في العيد حتى ولو اول يوم العيد علشان خطر احتفلوا ويريحوا ويحتفلوا مع الاهل وكزا ولكن هو لغى الاجازة وقال لهم في تدريب عندكم النهاردة سواء بقى الصبح بالليل ان شاء الله اتنشر الفجر اتنشر بالليل تحت او اتنشر بالليل تحت دي اتنشر بالليل او تلات اربعة الفجر قال لهم يا جماعة ما فيش اجازات يلا نزلوا على طول روحوا عودوا مع اهلكوا وعيدوا عليهم واتباحوا وكلوا واشربوا وتعالوا بقى باشا ايه نخرج الدهنة واللحمة دي اللي كلتوها والضاني ده في التمرين اه ما فيش اجازات وطبعا الادارة ما في اعلى كده ما حدش من الادارة قال له حاجة الرجل قال له احنا مش فاضيين احنا عندنا يعني مباراة قوية جدا يوم الثلاث القادم مع فيوتشار بعدها مباراة مع بيرامدز بعدها مباراة مع الزمالك يعني جدول مزدحة من الغاية للنادي الاهلي وطبعا بعد ما الصفقة بتاعت انتقال بدر بنون نادي قطر القطري فشلت فبدر بنون قعد في النادي الاهلي ده طبعا زود من قوة دفعية للنادي الاهلي وايضا احمر عبدالقادر رجع خلاص بسلام فالراجل عايز يجرب احمر عبدالقادر يلعب ويقدي ازاي بدر بنون ايضا هيلعب ويقدي ازاي وفيه كلام كمان تاني كبير ان فيه يعني تغييرات تجازرية في تشكيل النادي الاهلي وفي قائمة النادي الاهلي والعباء الاسسيين والعباء المستبعدين ده برضو هنشوفه ان شاء الله في الفترات القادمة فواضح ان سوريز او سوريش جاي اشتغل اه كويس الراجل اللي لقى بماطشين قلنا ما نقدرش نروحكم عليه غير بعض عشر مباريات باذن الله فيه تلات مباريات حاسمين جدا اللي جايين اه عايز اقولك ان دول هيأثروا تأثير كبير جدا في مستقبل سوريش مع الاهلي يعني مثلا تعاني قليل سناريوهات لو سوريش مثلا خسر التلات مباريات او ماكسبش ولا مبارا منهم يعني مثلا تعادل في واحدة او في اتنين وخسر التالتة موضوع هيبقى صعب جدا من ادارة النادي الاهلي في التعامل معاه وهيبقى فيه عدم ثقة اه في هذا الرجل لان التلات مباريات دول مباريات مهمين جدا اه اتنين في الدوري العام وطبعا فيه منافسة شرسة اه حاليا في الدوري ما بين الاهلي والزماليكو على الدوري وايضا واحدة على اه يعني نهاي كاس مصر القديم وطبعا دي بطولة فما ينفعش برضو سوريش يفرط فيها فهنشوف ان شاء الله الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل بإذن الله في الموضوع ده طريق حامد وابو جبل حاليا يا جماعة اصبحوا بلا نادي نادي الزمالك رافض طريق حامد وابو جبل بريرا رافض ان هم ينزلوا التدريب مرتضة منصور رافض ان هم يجدوا للعقود وكمان معاقمي مرتضة منصور بيفق على هذا الوضع وايضا خلاص الموضوع دلوقتي اصبح ان جماهير نادي الزمالك ايضا لا تريد توجود طريق حامد وابو جبل في النادي طبعا طريق حامد كان مضى لنادي اتحاد جد السعودي بأربعة مليون دولار في الموسمين يعني في الموسم اتنين مليون دولار وابو جبل كان مضى لنادي النصر السعودي بعد ما جاب حارس بيدور على عارة لابو جبل وغالبا كان نادي الطائي عايز ابو جبل ولكن نادي الطائي يعني صرف نظر عن ابو جبل فكده ابو جبل يعني الراجل عنده مشكلة والنادي النصر السعودي قال له خلاص يا باشا خلي فلوس العقد معك تقريبا انا اخد سبع مليون جنيه مصري حاجة كده مقدم تعاقد او حاجة زي كده قال له خليهم معك مش عايزينهم بس العقد هيتفسخ الراجل كده بقى يعتبر بلا نادي وايضا طريق حامد بعد موضوع اتحاد جد السعودي النادي قال له يعني نون نوسانتو بعد ما جاء مسك اتحاد جد السعودي نوسانتو طبعا مدير فني لفولفرهامتون وتوتنهام السابق بعد ما جاء مسك اتحاد جد السعودي بص على طريق حامد وشاف امكانيات وشاف سنه قال لكن انا مش حابب وجود هذا اللعب معي في التشكيلة انا مش حابب تواجده مش هيكون لي مكان فنادي اتحاد جد السعودي بيكلم طريق حامد وبتفاوض معا ان هم يعني يفسخوا العقد والراجل ياخد مقدم التعاقد برضو ايضا هدية لي والكلام يعني رايح في السكة دي ان خلاص طريق حامد مش رايح طريق حامد مش رايح تحاد جد السعودي وياخد مقدم التعاقد كهدية وابو جبل مش رايح نادي نصر السعودي وياخد مقدم التعاقد كهدية برضو وكده طارق حمد وابو جبل بلا اندية النادي الاقرب يعني للتعاقد مع ابو جبل حاليا نادي بيرامدز وفيوتشر ايضا في الصورة بيحاولوا انهم متعاقدوا مع ابو جبل ولكن ابو جبل ليه شرط ان هو يلعب اساسي الموضوع دي عمل مشكلة وايضا بيرامدز دخل في خط التفاوض مع طارق حمد هنشوف الموضوع هيريس على ايه ان شاء الله في الايام القادمة كان مع خوك عمر عطل في قناة صاحب الكرة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم